اكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة حرصها على مشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في اعداد ووضع الاطار العام لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في البلاد جاء ذلك بمناسبة اختتم فعاليات ورشة العمل الاولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تهدف الى اخذ الاراء والافكار والتوصيات من مؤسسات المجتمع المدني حول قضايا مكافحة الفساد حيث قال رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن النمش ان مشروع الاستراتيجية يستهدف معالجة وتطوير الاجراءات والتدابير والممارسات المطبقة في بعض الجهات والتي من شأنها الحد بشكل كبير من مظاهر الفساد لا سيما الرشاوة واستغلال النفوذ واهدار المال العام